شارك المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية الثمانية والاربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات تصل بها والمنعقدة في جينيف وخلال مشاركتها القرئيس مجلس النواب كلمة شدد خلالها على أن مصدقية المنظومة العالمية على المحك بالنظر إلى عجزها التام عن إنهاء أطول احتلال في العصر الحديث وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مؤكدا أن الشعب الفلسطيني تعرض حاليا لجريمة مكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة تستهدف إبادته وتهجيره قصريا خارج أراضيه